كما تفقدت توزيرة التنمية المحلية من العوض ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل وإنارة القاهرة لإنشاء ساحتي انتظار جديدتين للسيرات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية تهدف ساحة الانتظار لتوفير أماكن للوفود المشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر وذلك لاستيعاب الكثفات المتوقعة من المشاركين في المنتدى كما شددت توزيرة التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة على مدار الساعة للانتهاء من تجهيز ساحتي الانتظار في التوقيت المحدد